السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم جميعا في هذا الفيديو سنشرح طريقة الطباعة في برنامج جلوتوكات لكي نوصل لأمر الطباعة في برنامج جلوتوكات لدينا 3 طرق أول طريقة وهي من علامة الابي أضغط ويظهر قيمة ألاقي فيها موجود برينت أختار منها بلوت ثم أضغط عليها سيظهر لي هذا المربع سنسل الطريقة الثانية سأذهب في شريط سأجد موجود علامة الابيرينت ولو قفت عليها دائم مكتوب بلوت لو ضغطنا عليها سيظهر نفس المربع سنسل آخر الطريقة سأكتب في شريط كومنت كنترول بي كنترول بي أول إختصار كنترول بي على طول من غير ما نروح لشريط كومنت سأظهر لي برضو نفس المربع أول حالة في المربع ده فوق هلاقي النام اسم البلوت اللي أنا هطبع بيها الخيار الثاني نوع أنت نوع الخيار الثالث وهو paper size لو ضغط عليه هلاقي كل مأسات الورق اللي انا اقدر اطبع عليها سواء A3 او A2 او A1 او A0 وهكذا يعني كل مأسات الورق هلاقيها موجودة عندي هنا الخيار الرابع وهو number of copies عدد الطباعة عدد الورق اللي انا اطبعه واحدة نسخة او اثنين او ثلاثة اقدر ازودها وراحتي اخر حاجة او النقطة اللي بعد كده وهي الطباعة هطبع الجزء اللي قدامي ولا الشاشة كلها ولا وندوق جزء انا اختاره ولا ايه اخر حاجة هو scale هلاقي في خيار متعلم اسمه fito paper لما لقيه متعلم يعني هطبع لي بدون scale هطبع لي بدون scale لو شلت الخيار ده هيتفتح لي ارقام وهي معناها scale اللي انا اطبع به يعني لما بشيل علامة صحة من fito paper ابتدي هنا اكتب من قياس الرسم اللي انا عايز اطبع به قياس الرسم اللي انا عايز اطبع به يعني حلاقه عندي في custom او لو ضغطت عليها scale 1-10 1-100 1-50 وهكذا او اقدر ادخل القيم على طول مباشر هنا لو رحنا على يمين هلاقي في مجموعة خصائص كده بحب لازم ازبطها قبل ما اطبع لو ضغطنا الخيار ده بتطبع الوان ولا منو كروم ابيض و سويت طبعا غالبا نحن بنختارها منو كروم بعد كده هنا بلوت object line weight لو انت مزبط line weight للخطوط لازم تكون معلم الخيار ده علشان يظهر لك line weight في الطبع مصبوط زي ما حضرتك مزبطه الجزء اللي تحت drawing انت عايز تطبع portable portrait قصدي ولا landscape portrait يعني الرسمة عايز تظهر بالطول زي ما هي ظهره قدامك كده لو ضغطنا landscape الرسمة هتراحها الاول هتتغير طيب تعالوا نجرب نطبع هنختار مقاس رسم ورقة مناسب واللي يكون ايه تو و هبتدي طبعا شان نختار landscape الرسمة الورقة تغيرت و هخلي دي window وابتدي اختار الرسمة بتاعتي وقول له block photo paper يعني بدون scale بعد كده هختار هلاحظ ان الرسمة بتاعتي جاية في الطرف هختار حاجة اسمها center زبلوت هلاقي ان الرسمة بتاعتي جات في المنتصر بعد كده كل اللي انا بعمله ان انا هتغط apply to load out اوكي طبعا عشان ما فيش عنده طبعة وظهرت اللي الرسالة دي فانا عشان اوريكم بشكل الطبعة بس هكنسل دي واختار preview بعد كده هكنسل وعيد الخطوات من الاول control b ابتدي اختار الطبعة بتاعتي اقول له دي wbdf تمام ماشي اختارت نوع الورق هقول له window اختار الشكل بتاعي وليكن ده هقول له center 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 واقول له fit to paper اعلمها برضو واكد ان انا مختار من chrome واقول له preview عشان نشوف شكل الطبعة بتاعتي هلاحظ ان الرسمة بتاعتي ظهرت وجاهزة للطبعة اول ما اتاكد ان هي جاهزة ابتدي اضغط click main واقول له الرسمة بتاعتي حطي الطبيع معي هقول له escape عشان ابتدي اعدل بعض الحاجات انا هنا مختار landscape طب لو اخترتها portrait ايه اللي هيحصل واقول له preview الرسمة هتبقى بطول الرسمة بتاعتي هتبقى بطول في الورقة نفسها جميل جميل وزي ما قلنا ان احنا ممكن من هنا نبتدي نختار scale يعني لو اخترت scale من هنا وليكن واحد لمية وقلت له preview هقول له continue شوف الرسمة كيف برد عن مقاس الورقة بتاعتي ليه لان انا مختار مقاس ورقة هنا ايه فور طيب لو خلتها ايه زيرو لو هنا جينا اختارنا مقاس ورقة ايه زيرو هو اللي يكون دي وقلت له preview continue نفس المشكلة طبعا عندي مقاس الورقة صغير على scale اللي انا هطبع به لو خلتنا ندسكيب وقلت له preview نفس المشكلة فاذا لازم تكون واخد بالك من scale اللي انت بتشتغل به طيب هقول له مثلا واحد لمية تاني هنا طبعا مية الواحد خلدها واحد لمية طبعا الورقة كبيرة خالص على مقاس الرسمة بتاعتي اقول له preview continue هلاحظ ان الرسمة بتاعتي موجودة بس صغيرة الرسمة بتاعتي موجودة بس صغيرة على مقاس الورقة هختار مية سرعة على اقل واللي اكون هقول له المرة دي ايه سري هقول له preview اوكي لها نفس المشكلة طيب هخليها لقى portrait واختار الرسمة بتاعتي مرة اخرى preview اوكي هنصغر الرسمة صغر اصدي الورقة هنخليها مثلا ايه فور هقول له لاندسكيب center preview هلاقي ان الرسمة بتاعتي تضبط بهذا الشكل على الورقة اللي انا مختارها اذا الكل اللي احنا عايزين نقوله في النهاية ان احنا بنختار الطبعة ونختار النوع اللي هنطبع عليه bdf ولا ورقة هنطبع طول البلوتر مقاس الورقة الوندو نختار عن طريقها رسمة بتاعتنا بنتأكد ان احنا center ونختار portrait or landscape هنا فت وبيبر بنعلمها لو عايزين نطبع بدون scale ولو عايزين نطبع ب scale بنشير الشكل من هنا وابتدي نختار scale اللي احنا عايزينه مع الاعتبار ان لازم نختار مقاس ورقة مناسب لمقاس الطبعة الطبعة بتاعتنا لو مش عايزين نطبع ب scale هنعلم ونبتدي نعمل هنا الورقة بالعرض والرسمة بتاعتنا جاية في center او بنختار الرسمة بتاعتها هتيجي بطول الورقة بتاعتنا لو عملنا البروفيو هنلاقيها بهذا الشكل اول باب نخلص بنبتدي نضغط apply to the way out اوكي طبعا عشان انا اخترت ان انا حاولها ال bdf هبتدي اختار هسمي الرسمة بتاعتي وليكن واحد ثلاثة اي ارقام يعني كتسمية مبدئية واختار المكان اللي انا هحفظ فيه وليكن هتسكتوب وقول له اوكي هلاقي ان الرسمة بتاعتي اتطبعت بهذا الشكل في بي دي اف يعني انا كده طبعتها كبي دي اف طبعا الملحوظة المهمة ان انت لازم تكون مزبط كتبتك ومزبط خطوطك آآ يعني بشكل ضريف جدا علشان الطباعة بتاعتك تبقى بشكل ضريف هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة يا رب يكون قدملك الاضافة والاستفادة يا رب يكون مفيد لحضراتكم الا ان اشكركم الى ان نلتقي في محضرة اخرى على خير باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته